تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة دم طبط قرابة 14 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 388 قضية من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و110 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 34.5 طن أقمح محلية